هذا وقد عملت دولة قطر طوال السنوات الماضية على تنفيذ سياسة متناقضة استهدفت زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة عن طريق التدخلات ودعم الجماعات الإرهابية في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي عهود ومواثيق عدة لم تلتزم بها الدوحة بسبب تعنتها وبقيت على سياستها العبثية المتناقضة والمخالفة للمبادئ المؤسسة لمجلس التعاون الخليجي فمنذ عام 1995 بانت معالم تلك السياسة وسرعان ما حثت دول الخليج الدوحة على تصحيح مسارها والالتزام بالمواثيق فلم تفعل وفي ذلك برهين ففي نظرة بنورامية على المنطقة نجد عملا قطريا دعوبا في افتعال الأزمات من خلال مد جسور مع دول تعمل على زعزعة أمن المنطقة فهي تلعب دورا مشابها للدور الإيراني في التدخلات بالشؤون الداخلية لدول عدة كما تربطها علاقات مع منظمات صنفت خليجيا بأنها إرهابية كحزب الله في لبنان والدعم الواضح والصريح لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السعودية والإمارات ودول أخرى جماعة إرهابية وفي القضية الفلسطينية دعمت الدوحة انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية ما عمق الانقسام الفلسطيني ناهيك عن تأكيدها على علاقتها بإسرائيل أما في سوريا فرقم الأزمة المعقدة إلا أن الدوحة زادت من تعقيدها تعقيدة وبرزت على الساحة خفايا الدعم القطري للتنظيمات المتطرفة بالمال والسلاح والدعم الإعلامي وفي اليمن أعاقت قطر جهود قيادة التحالف في تحقيق أهداف عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل فقد لعبت دورا متناقضا فتراها تشارك ضمن صفوف التحالف علانية وتدعم الميليشيات المتمردة بالخفاء وهذا ما يؤكد تعاونها المستمر مع إيران كذلك هي البحرين فلم تسلم من تدخلات الدوحة فقد عمدت الأخيرة على استفزاز المنامة مرة تلو الأخرى بأجندة هي أقرب من أن تكون إيرانية المنشأ وهذا ما أكده بيان البحرين في إصرار قطر على المضي في زعزعة أمن واستغرار البحرين وتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين